بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم أيها الأحبة الكرام كما تعلمون يحتفل الشعب المغربي كل سنة بذكرى وطنية خالدة ألا وهي ذكرى 20 غشت 1953 ذكرى تورة الملك والشعب والتي تتزامن هذه السنة مع الذكرى 67 لاستحضار هذه المناسبة الوطنية الخالدة وهي بالطبيعة الحال مناسبة وطنية عظيمة وخالدة تجسد التلاحمة العميق والوتيق بين العرش والشعب ذكرى تورة الملك والشعب تورة ليست كباقي التورات لما لها من خصوصية ولما لها من مكانة خاصة لدى المغاربة أجمعين وفي قلوب المغاربة كافة لما ترمز إليه من قيم التضحية والوفاء وحب الوطن ونشوة الانتصار لإرادة العرش والشعب وبالتالي فهي بالحق تظل دائما وأبدا ملحمة تاريخية ووطنية لكن أيها الأحباء الكرام لا بد لأجيالنا الحالية ولأبنائنا قبل التطرق للأبعاد والدلالات لهذه الدكرى ولبعدها الدين والروح لهذه الدكرى التاريخية لا بد من بعض الإشارات وبعض الإضاءات التي أرى من ضروري الوقوف عندها والتي تشكل دلالة عميقة ولها مغزاء تاريخي ووطني ألويه المحطات التاريخية التي سبقت ذكرى عشرين غشتة وخمسين وهي ذكرى نفي المغفور للسلطان محمد بن يسف رحمة الله عليه وكما تعلمون عاشت بلادنا محطات كثيرة محطات تاريخية والتي كان لها أو التي مهدت بشكل مباشر أو غير مباشر لنفي المغفور للسلطان محمد بن يسف رحمة الله عليه وبكل اختصار ما يهمنا في هذه المحطات هو الوقوف عند عناصرها ودورها كما قلت في نفي السلطان محمد بن يسف رحمة الله عليه ولكن كذلك علينا أن نقوم بإبراز وإدهار قدر الإمكان مدى دور الجانب الدين والروحي في هذه الذكرى ودور العلماء في مواكبة هذه الأحداث ودور المساجد ومكانة الدينية والاجتماعية التي نعبت دورا هاما والتي استطاعت أن تتطالع بأدوار متعددة داخل المجتمع المغربي وبالتالي هذه المحطة التاريخية التي هي متعددة سنختزلها في بضعة أسطور لتذكير جيلنا الحالي والشبابنا لمعرفتها والوقوف عندها واستحذارها ولهذه المحطات هي الحماية حق الحماية المؤرخ بتاريخ 30 مارس في 2012 وهي معادة الحماية مع السلطان الملعب الحفيد وهي الحماية على المغرب من قبل إسبانيا وفرنسا والتي دامت حوالي 44 سنة من 1912 إلى 156 والتي سلبت بمقتدها المغرب سلبت السيادة المغربية وتمت السيطرة والهيمنة والأطماع الاقتصادي على خيرات المغرب وهنا لا بد أن نشير ولو بعجالة إلى تلك العلاقة الدينية والروحية التي كانت تربط بين السلطان الملعب الحفيد وعلماء القرويين أنداك واستشارتي معهم في كل أمور الدولة هذه المحطة الأولى المحطة الثانية كانت هناك محطة تاريخية وطنية وهي معركة لهليب الأثلس المتوسط أبو 1914 والتي تكبدت فيها قوات الفرنسية خسارة كوبرى ننتقل إلى محطة تاريخية تالتة وهي معركة أنوال 1921 لتورة ريف محمد الكريم الخطابي مع إسبانيا والتي شكلت هزيمة أسكرية كبيرة للجيش الإسباني محطة أخرى تاريخية لها أهميتها كذلك وهي الظاهر البرباري 1930 هذا الظاهر البرباري الذي كان يهدف أو كانت له أبعاد استعمارية وهي خطوة استعمارية تؤدي إلى تقسيم البلاد إلى برابرة وعرب وبالتالي هنا برزلوا العلماء في المغرب في مدينة الرباط في مدينة أخرى وهي بروز العمل الوطني ودول العلماء في المساجد وخروج العديد من العلماء إلى الشوارع وقراءة اللطيف ونتذكر جميعا قول العلماء في ذلك الذكر اللهم يا لطيف ونسألك اللطفة فيما جرت به المكادير لا تفرق بيننا وبنا إخواننا محطة أخرى مهمة كذلك وهي 11 يناير 44 وهي الحركة الوطنية بالتنسيق مع السلطة المحمية سوف تقدم وثيقة المطالبة باستقلال وهي تشكل هذه المحطة محطة أساسية ورئيسية في تاريخ الكفاح الوطني المغربي الذي خضاه كل من العرش والشعب من أجل الحرية والاستقلال وهنا لا نحتاج إلى التذكير وهذا تاريخ متق إلى تلك العلاقة الوثيقة والتنسيق دائم والاتصال الذي كان قائم من أنداك بين المغفول محمد الخاميس ورجال الحركة الوطنية في هذا الموضوع وبالتالي بالطبيعة الحال في هذه الوثيقة برز دور ومساهمة العلماء أنداك في تحرير هذه الوثيقة التي كانت لها أبعاد وطنية كبرى ضد المستعمر الفرنسي الفرنسي المحطة الأخيرة قبل دكرة عشرين ووش تلاتة وخمسين كانت هي محطة ستاش وستاتة وخمسين أو ما يعرفون بانتفاضات الشرق بانتفاضات وجدة شرق المغريب والتي شكلت بدورها محطة وضاء في تاريخ النظام المغريبي وكانت بمثابة الشهر الأولى تورتي الملكي والشعب وهي كانت على بودي أربعة أيام فقط من عشرين غوث تاريخ نفي المغفور لمحمد الخاميس إلى المنفى وهنا أتذكر أو على جين الجديد وشبابنا وأبنائنا تذكروا أن في يوم عشرين غوث فبعد الزوال طوقت الإقامة العامة فرنسي القسر الملكي بالرباط من أجل نفي وخلع سلطان محمد بن يوسف رحمة الله عليه إلى كورسيكا ومنها إلى مدغشقر وفي الوقت الذي كان المستعمل الفرنسي يعتقد أن يكون هذا اليوم يوم حزين مؤلم وفعلا كان مؤلما وحزين بين الشعب المغربي ولكن تشار القدر إلى هي أن تشرق فيه شمس التورة تورة الملك والشعب وكان المستعمل آنذاك يعتقد خطأا بطبيعة الحال أنه إذا تم خلع ونفي محمد الخامس هو أولا خلع للسيادة المغربية خلع طابعة الشرعية على سلطان محمد من يوسف رمز 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 الأمة وموحدها وكانت الانتفاضة وكانت التورة وكان للشعب المغربي قاطبة النساء ورجال وأطفال وكان للمرأة المغربية كذلك دورها في المقاومة وكل المغاربة قاموا وساهموا في هذه التورة وفي هذه الحركة من أجل عودة محمد الخامس إلى أرضي الوطن ومن أجل عودة السيادة المغربية ومن أجل عودة المغفور له محمد الخامس إلى عرشه وبالتالي لا بد من الإشارة هنا أن أمام هذه المحطات التي وقفنا عنها أو عليها باختزال شديد التي كان لها دور كذلك في تضامن وتكافل المغاربة كل ذلك من أجل سيادة المغرب والاستقلال ومن أجل عودة محمد الخامس إلى أرض الوطن وبالتالي انطلقت المفاوضات بين استعمال فرنسي مع سلطن محمد يونسف وبجانبه الحركة الوطنية سنة خمسة وخمسين والغريب أن هذه المفاوضات وصلت إلى حدة هديد الملك الشرعي حتى في المنفى وهو في المنفى وضعي أمام خيارين إما التنازل عن العرش والعودة إلى أرض الوطن والعيش بسلام تحت الحماية الفرنسية أو شديد الخناقي عليه في المنفى فكان جواب محمد الخميس هو رفض المطلق وكان جوابه المعروف سلطان محمد بن نصف باعتباره هو الملك الشرعي الوحيد للمملكة المغربية الشعب المغربي وباعتبار إخلاصه للأمانة ولعلاقة البيع التي تربطه مع الشعب المغريبي هذه المفاوضات التي استمرت لأيام أسفرت بالله الحمد أنها إيجابية لفيدة المغرب ولفائدة استقلال المغرب وأهمها تنحية السلطان المزور بن عرف عن العرش وعودة الاستقلال وعودة الحرية وأشرقت أنوار الحرية والاستقلال في هذا البلد وكخلاصة لا يمكن القول أن هذه الدكرة 20 و53 هي صورة متميزة لعلاقة خاصة لأن تربط الشعب المغربي السلطان محمد الخامس طيب الله تراه السلطان الإنسان السلطان المؤمن الذي ضحى برفقة عائلته وهو لعدي آنذاك المغفور الله الحسن الثاني رحمة الله عليه والأسرة المالكة لمدة سنتين في المنفى وهي مناسبة خالدة وذكرى وطنية خالدة لا بد في أن نقف وقفة ترحم فيها اليوم على فاق العرب والإسلام ومحر ومحر البلاد جالة المغفور الله محمد الخامس طيب الله وتراه ووارث عرشه ورفيقه في الكفاح جالة المغفور الحسن الثاني رحمة الله عليه كما نترحم على شهداء المقاومة وعلى كل من ساهم في تحرير هذا الوطن نساء ورجال وكل من قام بذور إلى جانب المغفور الله سلطان محمد بن نسف من أجل عودة السيادة إلى هذا الوطن وهي مناسبة أيضا أن نسأل الله تعالى أن نصر التمكين لمولانا أمير المؤمنين وأن تحفظه بما حفظت به الذكر الحكيم إنك سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته